عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيسي المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم نقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تضمنت تطوير وتحديث التشريعات القانونية ومتابعة أداء الوجهاء الجهات الحكومية والاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية وأصدر المجلس قرارا بشان إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للعمل والإنتاج المنزلي لمنتسب الرعاية الاجتماعية إنتاج كما ناقش المجلس عددا من مقترحات تطوير العمل البلدي وتنسيق الجهود على مستوى بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة